حصر السلاح بيد الدولة شعار رفعته كل الحكومات التي تعاقبت على العراق بعد عام 2003 وفي كل مرة يفضي هذا الشعار إلى نتائج عكسية إذ ينتشر السلاح في كل مكان بل أن الفصائل والجماعات المسلحة وفي تحدي واضح لكل المعترضين لم تتردد في استعراض سلاحها المتوسط والثقيل وسط العاصمة بغداد بمناسبة وبلا مناسبة لإظهار قوتها وتفوقها على قوة الدولة والمواطنين أظن أن هناك نية جادة لنزع السلاح طرق نزع السلاح هي ثلاثة طرق معتمدة في كل الدول التي لديها تجارب في السلاح السائد شراء السلاح بمال، فرض القانون، العمليات العسكرية وإكراههم على نزع السلاح والاستجابة للقانون ثلاثة طرق لم تستجب لها الجماعات المسلحة في العراق خاصة المصنفة أنها مقاومة إسلامية شيعية أو موالية للحكومة في حروبها على الجماعات الأرهابية لا يستطيع أي رئيس وزراء أو أي دولة تقول أنها دولة بالفعل دون أن يكون السلاح مصوراً بيدها هذه قاعدة أساسية واحدة من المشاكل التي نرى اليوم نعم السلاح منفلت القضية هي الإجراءات، لا توجد إجراءات حقيقية واحد من الأعتبار أن القوة التي تم تلك السلاح لديها القدرة والإمكانية على فرض إرادتها تخوف الكتل السياسية من بعضها وفقدان الثقة بينها دعا البعض منها إلى نزع سلاح غيرها قبل نزع سلاحها وهذا يستدعي قراراً سياسياً وتوافقاً على ذلك قبل أي إجراء عملياً في هذا الملف هناك أزمة ثقة بين الأحزاب وبعض الجهات السياسية أن كل جهة تريد أن يبادر الآخر بنزع سلاحه والآخر ربما يريد ولذلك هذا يعقد الحلول ملاحقة العشائر وملاحقة السوق السوداء للأسلحة في البصرة والعمارة والناصرية لكنها لحد الآن لم تستطع لأن كثير من تلك الأطراف لديها أحزاب ساندة أو مدعومة خارجية كتاب وصحفيون يرون أن الكتلة والأحزاب مارست نوعاً من الاحتيال على قانون الأحزاب الذي منعها من العمل مع جهات مسلحة لكنها تملك أجنحة مسلحة تحمل أسماء أخرى معلقين بتساؤل قاس في واقعيته مفاده الحكومة التي لا تقوى على نزع سلاح العشائر كيف لها أن تنزع سلاح المجاميع والميليشيات المدعومة من الخارج قانون الأحزاب اللي يمنع أو يحضر الانتماء إلى جماعات مسلحة هذا القانون فيه نوع من الضبابية هناك أجنحة عسكرية وأذرع عسكرية لكثير من الحركات السياسية والأحزاب ولكن لا يوجد مانع حقيقي يجرد هذه الأحزاب من هذه الأسلحة وهذه التشكيلات العسكرية من بغداد وليد الشيخ الحرة